أكد العاهل الأردني أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على سكان القطاع وقال إن الوضع في غزة كارثي وصعب للغاية وخصوصا عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مشددا على ضرورة العمل الدولي من أجل إنفاذ المساعدات للقطاع بشكل كاف هناك حاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض وإن فضل اجتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام ثانيا إن الممر البري هو الطريق الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة هناك حاجة ماسة للموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي وهناك حاجة إلى مئات الشاحنات داخل غزة والمزيد من المساعدات لضمان تدفقها المستمر بشكل فاعل عبر الطرق البرية إلى غزة